مرة أخرى يدب الرعب في العاصمة الأفغانية كابل بعد تحذير أصدرت واشنطن من هجوم على المطار فواشنطن تتوقع الحدث قبل وقوعه كتلك الليلة الدموية التي شهدت مقتل وجرح العشرات بين مدنيين وعسكريين بهجمات مسلحة توقعتها واشنطن وحذرت منها قبل وقوعها الهجمات السابقة عجلت وطيرة انسحابات العسكريين والرعاية الأجانب فكل الدول الغربية تقريبا أنهت انسحاباتها معد أمريكا التي أعلنت البدء بالمرحلة النهائية من عمليات الإجلاء من يملأ الفراغ في مطار كابل؟ تقول طالبان إنها مستعدة لهذه المهمة لتكون منفردة بشكل كامل بالسيطرة الأمنية على البلاد لكن تأمين العاصمة بشكل كلي لا يطوي مسلسل التوتر الأمني فثمت تهديدات أمنية وسياسية تنظيم داعش بدأ يطل برأسه ويصدر تهديدات للحركة كذلك نجل أحمد الشاه مسعود أعلن أن المعركة لم تنتهي بعد وصرح بالتعامل مع طالبان بقوة السلاح وذلك ما يرجح إعادة سيناريو الأعمال العسكرية في البلاد التي تبحث عن الأمن المفقود منذ ثلاثة عقود أو أكثر الدول الغربية وإن أعلنت سحب قواتها إلا أنها لا تريد مغادرة المشهد الأفغاني فرنسا وبريطانيا تستعدان لعرض مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إقامة منطقة آمنة في كابل للراغبين بمغادرة البلاد إن شاء منطقة آمنة عدا أنه يزيد من مدة الملف الإنساني فإنه يدخل البلاد في تأويلات عن شكل المنطقة الآمنة ومكانها وطبيعتها والجهة التي ستشرف عليها كما أن الاعتراف الغربي بطالبان مرتبط بمراقبة سلوكها تجاه الراغبين بمغادرة البلاد أي بعبارة أوضح مساومة طالبان بين الاعتراف بها وتغيير سلوكها بما يتناسب مع رؤية هذه الدول ترجمة نانسي قنقر